انطلقت أولى جلسات الحوار المجتمعي لأهالي مركز الفيوم وتحديدا القرى التابعة للوحدة المحلية بالناصرية استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد رئيس مجلس مدينة الفيوم أحمد شاكر على وجود تنصيق متكامل بين جميع الجهات ذات الصلة لبحث والوقوف على متطلبات المركز في مختلف المجالات للعمل على تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير الحياة في قرى أرهف المصري